شرف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شرف اليوم ختام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض وتوى توج ولي العهد النادي السعودي فريق فالكنز الفائزة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية من بين ما يقارب 500 فريق و 1500 لاعب محترف من أنحاء العالم وتوجهم أيضا بالجائزة المالية الأكبر البالغة 7 مليون دولار وهي 26 مليون ريال سعودي تقريبا من إجمال أكثر من 60 مليون دولار الجائزة التي تعد الأضخم في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية بعد أن تصدر فالكنز الترتيب بـ 5665 نقطة جمعها من مشاركته في 12 بطولة طوال الفترة التي امتدت إلى ثمانية أسابيع وشهد حفل الختام الذي جرى في مبنى ذا فينيو والذي تم إنشاؤه خلال خمسين يوما خصيصا لهذا المحفل والتتويج تم بحضور أيضا الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة ومعليل مستشار تركيا على الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إضافة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان وإلى جانب عدد من أبرز الشخصيات الرياضية وفي مقدمتهم السويسري جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أعلم في أكتوبر الماضي عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم والذي ستنظمه المملكة في الرياض سنويا بداية من هذه النسخة محمد الشيخ محمد الشيخ